نظمت مدرية الصحة في بني السويف قافلة طبية إلى قرية يكوم أدريجة تابعة لمركز الوسطى شمال المحافظة يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كاريمة وذلك لتقضيم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية وقال وكيل وزارة الصحة في بني السويف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق إن القافلة وقعت الكشفة الطبية على مئة مواطن خلال اليوم الأول قافلة التي تستمر على مدار يومين في 12 عيادة وأحد عشرة خصصا للكشفة على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعات والتحديل بالمجانة وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج القافلة تضم 12 تخصص في التخصصات الطبية المختلفة من خلال 11 عيادة متنقلة تردد على القافلة حتى هذه اللحظة 1100 مواطن تم توقيع الكشفة الطبية عليهم وصرف العلاج اللازم لهم بصورة مجانية في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد